النهاردة الجيش الوطن الليبي بيرصد مغادرة اكثر من 3000 مرتزق وخرجوا من ليبي رايحين فين؟ رايحين على ازربيجان النهاردة اللواء خالد المحجوب اللي هو مدير التوجيه المعنوي في الجيش الوطن الليبي قال بنرصد خروج 3000 مرتزق من ليبيا هل ده نتيجة تفاهمات مع تركيا او الضغط على تركيا او مطالبة المجتمع الدولي التركية ان يتخرج المرتزقة اللي جابتهم او في طلب عليهم في ناجورنو كرباخ لانه مصالح تركيا في الطاقة خلصتها في ليبيا وعملوا عقود خلاص وابضوا رايحين دلوقتي في مكان تاني خربوا وكأن تركيا بتقوم بدور مقاول الهدم تركيا بتقوم بدور شركة ومقاولات للهدم البلدان من خلال مرتزقة ومن خلال اموال قطرية